اشتركوا في القناة كانت تشير الى اعلان ابل عن خدمتها التلفزيونية وكذلك الاعلان عن بعض الخدمات الاخرى المتعلقة بنشر خدمة اخبار ابل في دول اضافية يذكر ان ابل قد قامت بالاعلان عن بعض المنتجات الجديدة قبل هذا المؤتمر بحوالي اسبوع حيث اعلنت عن الايباد مني الجديد وكذلك ايباد اير وكذلك سماعة ابل الجيل الثاني حيث انها كانت بمزايا محسنة كل تلك المنتجات بعد حوالي ان شاء الله دقيقتين سيبدأ مؤتمر ابل بشكل رسمي قبل المؤتمر بحوالي عشر دقائق دخل كل المدعوين الى القاعة المخصصة له رئيس التنفيذي لابل تيم كوك يلمح في تغريدة بوضع شعار الفيلم والكاميرا على انها او على انهم سيتوجهون الى هذا الجانب وهو البث عبر الانترنت للمتلسلات والافلام بدأ المؤتمر قبل لحظات بعرض فيديو يتحدث عن منتجات ابل المختلفة ومدى تأثيرها على الحياة اليومية وعلى العالم كما يصفون وكما توقعنا في لحظات سابقة ان المؤتمر سيكون حديثه تماما عن خدمات ابل ويقول تيم كوك بعد ان صعد على المسرح ان المؤتمر اليوم سيكون مختلفا تماما على العادة وسيكون مثريا للجميع قول ايضا تيم كوك ان خدماتنا هي الافضل في السهولة والحماية والاهتمام بالتفاصيل البداية الحديث عن خدمة اخبار ابل ابل تقول ان خدمة الاخبار الخاصة بها هي الاولى في مجال عدد المستخدمين وعدد الصحف والجهات الاعلامية المتاحة فيها وايضا ابل تعلن عن اطلاق خدمة ابل نيوز بلاس التي ستكون خدمة مدفوعة وبها ايضا تم اضافة جميع اغلب المجلات العالمية المدفوعة فقط اشترك واقرأ واستمتع ولا داعي لشراء المجلات مجددا حسب تعبير ابل اقول ابل ان تطبيق اللي هو ابل نيوز بلاس سيكون متاح على الايفون على بعد وسيكون فيه اكثر من 300 مجلة باشتراك واحد وتم تغيير ايقونة التطبيق سيكون تطبيق الاخبار الخاص بابل رقمي بالكامل سواء المجلات او الصحف وستكون لغلفة متحركة على شكل فيديو والخطوط ستكون واضحة وباللون الاسود رقمي بالكامل ليس مجرد بدي اف حسب ما يقولون وهم في هذه اللحظات يستعرضون التطبيق على المسرح ابل تقول ان خدمة الاخبار الخاصة بها ستشمل بعض المواقع الشهيرة كذلك وستقول ابل انه في هذا التطبيق ستكون خصوصية تامة لن يتتبعك احد ولن يكون هناك اي اعلانات مبنية على تصفحك وقرائتك للاخبار اضافة الى انه سيتم استخدام الاختراحات والذكاء الاصطناعي في هذا التطبيق ابل تقول ان سعر الخدمة سيكون 10 دولار سنويا وفي حال لو احد اشترك مثلا في هذه المواقع او المجلات او الصحف بشكل مفرد يعني في نفس موقع هذه المؤسسات سيدفع على الاقل في السنة 8000 دولار ستكون الخدمة متوفرة ابتداء من اليوم في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وتتكون متاحة في نهاية هذا العام في بريطانيا وستراليا ولم يتحدثوا عن توفرها في العالم العربي حتى الان ستكون هذه الخدمة متاحة اليوم في تحديث على اجهزة ابل الخدمة التالية خدمة ابل باي خدمة الدفع الخاصة بابل تقول ان خدمة الدفع الخاصة بها تجاوز هذا العام 10 مليار عملية وستتوفر في 40 دولة هذا العام تجاوز استخدام هذه الخدمة مبلغ 10 مليارات دولار ابل تعلن عن اطلاق خدمة ابل كارت وهي عبارة عن بطاقة اعتمانية تعدها في دقائق من نفس جهازك وداعا فيزا الخدمة ستعطيك احصائيات لمصرفاتك وعملياتك الشرائية باسماء المحلات ومواقعها على الخريطة الخدمة ستمنحك مبلغا مسترجعا بقدر 2% من خارج منتجات ابل اما اذا شريت منتج من ابل ستعيد لك ما يوازي 3% من سعر السلعة التي اشتريتها الخدمة تعاملت مع جولدن ساكس وكذلك بماستر كارت ولن يكون هناك اي رسوم اضافي لا الى على انشاء الخدمة ولا على استخدامها اي موقع راح يدعم جولدن ساكس او ماستر كارت سيكون داعما لبطاقات ابل او ابل كارت والله جيدة قول ابل ان خدمة بطاقات ابل ستكون محمية بالكامل البائع لن يستطيع معرفة بطاقاتك والمعلنون لن يستطيعوا تتبع عملياتك الشرائية وستكون بياناتك محتفظ بها في الجهاز الخاص بك وليس في سرفرات ابل حتى الشركات المزودة زي جولدن او ماستر كارت لن تكون على الطلاع على اي شيء لا تم ان يكون صحيح البطاقات لن يكون فيها لا رقم بطاقة ولا رقم سري ولا شيء شعار ابل فقط كل هذا من خلال ايفونك سيكون بصمتك او الفيس اي دي الخاص بك هو رقمك السري طبعا الحديث عن البطاقة اليد ستكون ايضا تستطيع انك تطلب بطاقة عادية اسمها ابل كارد لن يكون ايضا حتى تاريخ انتهاء فيها وستأخذ نسبة 1% في حال لو شريت من البطاقة مش من الجوال يعني لو خطت بطاقة من متجر ابل بطاقة عادية مصروعة من التيتانيوم كما يقولون ستأخذ نسبة 1% على كل ما تشتري يعني بطاقة نوعين في الجهاز او بطاقة حقيقية تأخذها من ابل الخدمة ستكون متاحة للجميع بداية بالولايات المتحدة هذا الصيف حديث الان عن الالعاب تقول ابل ان عدد تطبيقات العاب اكثر من 300 300 الف لعبة في المتجر وعدد زيارات تتداوز نصف مليون اسبوعيا بل بالاصح نصف مليار زيارة اسبوعيا وعدد الاشخاص الذين يستخدمون الالعاب عن طريق متجر ابل في مختلف اجهزاتها اكثر من مليار شخص قبل تعين ان خدمة العاب باشتراك شهري اسمها اركيد ستكون بها جميع العاب المدفوعة وسيتم التعاون مع شركات لانتاج العاب ويستم الاضافة اليها بشكل مستمر ستكون الخدمة متاحة على الايفون والايباد وكذلك ابل تيفي معنى ذلك ان جهاز ابل تيفي ستحول بشكل كبير الى جهاز العاب هل سينافس بلاي ستيجن و اكس بوكس ام لا بعد ان تشترك في خدمة الالعاب ستتوفر لديك مئة لعبة حصرية لهذه الخدمة فقط وسيتم الاشتراك عن طريق متجر ابل وسيظهر لك قسم اسمه ابل اركيد تدخل عليه وتستطيع تحمل اي لعبة بما فيها المدفوع طبعا الالعاب ستستطيع ان تلعبها دون انترنت وكذلك لن يكون هناك اي مشتريات اضافية مشتريات اضافية وكذلك لن يكون طبعا هناك اي اعلانات وستتوفر هذه الالعاب في مئة وخمسين دولة ابتداء من شهر ستمبر 2019 تستطيع بدء اللعبة في جهاز وإكمالها في جهاز اخر كأن تقوم باللعب في ايفون وتكمل اللعب في ايباد او ابل تيفي والعكس كذلك لم يتم الاعلان عن سعر الاشتراك وسيكون ذلك قريبا حسب تصريح ابل الحديث الان عن ابل تيفي وخدمة الافلام والبرامج والمسلسلات تطبيق تلفزيون ابل او ابل تيفي تم حصول على تصميم جديد وتستطيع الان الاشتراك في القنوات التي تريدها فقط لا داعي لدفع مبالغ اضافية على قنوات لا تشاهدها يعني ما عد في باقات اشترك في القنوات اللي تبغاها والباقي احفرها في جيبك حما انك تستطيع الابتعاد عن الاعلانات وكذلك تحميل المحتوى الذي تريد من هذه القنوات اسم هذه الخدمة ابل تشانلس اي قنوات ابل تستطيع ان تشترك من متجر بلاي وتتابعها على اي جهاز من اجهزة ابل عندك الخدمة ستستطيع الاشتراك فيها مقابل 10 الاف عفوا 10 دولار شهريا وتستطيع مشاركة اشتراكك مثل الخدمات السابقة مع عائلتك القنوات كثيرة التي ستشملها هذه الخدمة مثل اتش بي او تحسر كوميدي ناو وشو تايم وغيرها الكثير لا تحضرين اسمها كلها الخدمة طبعا سيكون فيها ميزة البث المباشر للقنوات المشترك بها وكذلك ستستطيع متابعة المسلسلات والافلام والبرامج بشكل مستقل يعني مش لازم تشوف البث تستطيع انك تعمل تنبيه للبث لبرنامج معين انت تفضله وسيخبرك بذلك التطبيق كذلك التطبيق سيعرض لك اقتراحات لاشياء قد تهمك في اوقات معينة بناء على الذكاء الاصطناعي الخدمة سيكون فيها قسم خاص بالاطفال من القنوات التي انت مشترك فيها يستطيع الاطفال متابعة محتوىهم الخاص بهم ايضا الخدمة ستكون متاحة في اكثر من مئة دولة حول العالم وكذلك الخدمة سيتم طرحها على اجهزة الايفون في شهر خمسة مايو القادم وعلى الماك في شهر ستمبر وكما انها ستكون متاحة بطبيعة الحال على جهاز ابل تيفي وجهاز امازون فاير وجهاز روكو معرفش يعني وكذلك على اجهزة تلفزيونات ذكية من شركات مختلفة مثل ال جي وسامسونج وسوني وغيرها اكتساح في كل مكان حطوها ابل تعيون عن خدمة جديدة اسمها ابل تيفي بلس ولا بيطلعون دراهم وجهاز يكون في هذه الخدمة برامج وافلام ومسلسلات مقدمة من ابل مثل برنامج افتح يا سمسم على قنوات اتش في او الامريكية يعني افتح يا سمسم الانجليزي حاليا جايبي وممثل وبعدين جابوا واحد اعلامي يتكلم عن انه احنا بنحط فيلم جديد خيال علمي في الخدمة اللي هي ابل تيفي بلس ويقولون برضا انهم بيحطون برنامج صباحي كل هالبرامج راح تكون من انتاج ابل يعني سواليف اعلامية ايضا قاعدين مازالوا مستمرين في جلب اكثر ممثل واعلامي وكلهم منهم يتكلم انه انا راح اقدم البرنامج فلاني في خدمة ابل تيفي بلس مازالوا في صدد الاعلانات عن برنامج مخصص الاطفال لتعليم البرمجة دائما ابدا على ابل تيفي بلس وستكون كل البرامج والمسلسلات والافلام بتقنية 4K ايضا ابل لم تعلن عن سعر اشتراك ابل تيفي بلس سيتوفر في مائة دولة ابتداء من شهر سنتمبر القادم وسيكون طبعا بلا اعلانات عادة تيم كوك الرئيس التنفيذي لابل على المطرح مجددا عن صعدة تيم كوك المذيعة الشهيرة الامريكية اوبرا تقول انها ستتعاون مع ابل لاننا يجب ان يسمعون الناس كما انها تقول انها ستطلق برنامجين وذائقيين احدهما يتحدث عن اصحاب الاعاقات الاقلية ايها الاحباء الكرام نهاية المؤتمر في هذه اللحظات اتمنى ان اكون قد وفقت في عرضه لكم تقبل اطيب التحيات وامانيها دائما خبراء التقنية ستكون في قلب الحدث الى اللقاء